وفات إيران وأتباعها أن بدعة جهاد المناكحة التي أخرجتها بطريقة فاشلة هي جزء لا يتجزأ من زواج المتعة بل هي الوجه الآخر لزواج المتعة في حقيقة الأمر وأنها حقيقة يدركها كل جمهور السنة وعلماؤها ولا يوجد نص قطعي الدلالة والثبوت ولا حتى فتوى أو اجتهاد يؤكد وجودها لدى السنة إنما الحقائق والوقاع كلها تشير بما لا يدعو مجال للشك إن هذه البدع موجودة في كتب ومراجع الملالي بل ويدعون إليها في كل مناسبة لرفع الروح المعنوية لما يسمونهم بمجاهدي أهل البيت ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات يعقد عليها متعة يعقد على بنتها الصغيرة فقد دع مكتب ما يسمى عصائب أهل الحق في العراق مؤسسة الزينبيات النسوية الثقافية إلى التوجيه لنشر ثقافة المشاركة النسوية لنصرة المجاهدين في مرقد السيدة زينب في ريف دمشق من أجل دعمهم وخدمتهم والرفع من روحهم المعنوية للحفاظ على زخم المعركة والمطولة في القتال مع العدو الذي هو الجيش الحر ومقاتل السنة كما أفتى محسن العصفور وهو من معمم الشيعة في تغريدة الله على تويتر ردا على سؤال أحد الزينبيات عن نكاح المتعة وجهاد المناكحة أنه يجوز شرعا لدعم الجنود بنكاح المتعة مما يعزز المقاومة لدى جنودنا سواء كانت المرأة متزوجة أو لا فتمتعها مع الجنود جهاد وليس منزلة رفيعة في الجنة ولم يقتصر الأمر على جهاد النكاح في منطقة السيدة زينب وحسب بل امتد ليشمل مناطق أخرى كما هو الحال في بعض القرى والبلدات الشيعية في شمال غرب سوريا كما في بلدات الفوعة في ريف إدلبة وبلدتين نبل والزهراء في ريف حلب الشمال حيث تجبر نساء الشيعة هناك على امتاع مقاتل حزب الله القادمين من لبنان والحرص الفوري القادمين من إيران وقد أبدل عديد من سكان تلك البلدات الموالية لنظام الأسد امتعاضهم من الطريقة المهينة التي يجبر فيها الرجال وعلى تقديم نسائهم للتمتع من قبل المقاتلين الشيعة